مدرسة على الهواء النهاردة ان شاء الله هنتدرب على كيفية الامتحان بيجي ازاي الاسئلة المتنوعة اللي موجودة فيه بتبقى شكلها ايه وطبعا ان شاء الله احنا بنتمنى لكم كل توفق ونجاح ودرجات عالية ان شاء الله اول حاجة عندنا وهي ان بيجيني في الامتحان مجموعة من الاسئلة اسئلة مقال اسئلة صح وغلط اكمل اختار من متعدد وهكذا وفيه طبعا علل واذكر السبب احنا هنتعود النهاردة يعني ايه اسئلة مقال اسئلة صح وغلط يعني ايه من متعدد اختيار من متعدد يعني ايه تختار او تعلل او تذكر السبب اول حاجة عندي هنتدرب على اسئلة المقال اسئلة المقال يعني ايه يعني يطلب مني اسكر يطلب مني اشرح يطلب مني عرف دي بسميها سئلة مقال يعني هتقوم بكتابة المطلوب منك من تعريف أو ذكر الأجزاء أو إلى آخره أول حاجة عندي هنتكلم عن الأسئلة في مكنة التريق المستطيلة الجاكور كلنا عارفين وخدنا قبل كده أن مكنة التريق المستطيلة الجاكور هي أول مكنة عندنا في المعدات وتعتبر أكبر مكنة موجودة عندي المكنة دي بتقوم بإنتاج أقمشة زي عروض كبيرة وفيها مجموعة من النقش اللي صعب أننا أوجده في أي مكنة أخرى بسبب وجود جهاز يسمى جهاز الجاكور اللي موجود طبعا داخل المكنة وهناخده أثناء الأسئلة إزاي بنحله وإزاي بيتم تشغيله وإزاي بيتم أنه بيطلع النقش أو التصميم على الأميش أول سؤال عندي من أسئلة المقال من مكنة التريق المستطيلة اشرح الأجزاء الآتية بدام قال لي اشرح يبقى هي دي معنى كلمة أسئلة مقال وإحنا اتفقنا أن داخل الامتحان بيبقى فيه تنوع في الأسئلة أول حاجة جايب لي كمات الإبر جهاز سحب وطي القماش وجهاز الجاكور والمغزيات هنمسك جزء جزء من الأجهزة دي أول حاجة الكمات لما أتكلم عن الكمات هي موجودة على العربة يعني أنا عندي المكنة دي هي عبارة عن إيه؟ مكنة عبارة عن حامل للأجزاء وبعدين غير الحامل عندي سلندر أمامي وعندي سلندر خلفي وطبعا إحنا عارفين أن السلندر الأمامي اللي بيوجد عليه مجموعة من المجاري تسمى بيوت الإبر بيقال الغرض منها حمل الإبر عليها في وضع رأسي طبعا السلندر الأمامي بيبقى موضوع عليه مجموعة من الإبر والسلندر الخلفي بقى موضوع عليه مجموعة من الإبر فيه تجويف في الوسط بيتم وضع مصطرة الإبر فيه ودي مصطرة بتثبت لي الإبر الموجودة أثناء التشغيل عشان ما تخرجش من إيه؟ من مكانها فلما يجي يقول لي تكلمي عن الكمات هقوله الكمات دي موجودة داخل العربة اللي موجودة على المكانة وعندي منها عدة أنواع أول حاجة عندي من أنواع كمات الإبر وهي كمات السعود لما أجي أتكلم عن كمات السعود أنا قلت قبل كده عايزين ما إحنا بنذاكر نيصر الأمر على نفسنا يعني مثلا لما يقول لي كامة سعود يبقى أكيد هي مسؤولة عن رفع جزء من الأجزاء بتاعت المكانة طيب هي كامة السعود بتسمى اسمي تاني؟ آه ممكن يقول لي قولي أو عرف كمات الرفع وهي اللي بتقوم برفع الإبر لالتقاط الخيط ده الغرض منها أو الوظيفة منها بتاعتها إنما هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أربع كمات اتنين في الواجه الأمامي واتنين في الواجه الخلفي وبتصنع من الحديد الصلب لها الحركة بتاعتها إيه؟ إن هي بترفع الإبر لالتقاط الخيط وإتمام عملية الإحلال قال لي يعني إيه عملية الإحلال؟ يعني تكوين الغرزة يبقى أنا أول حاجة عندي لما أتكلم عن كامات السعود هي خاصة برفع الإبر وتصنع من الحديد الصلب عددها أربعة اتنين في الواجه الأمامي واتنين في الواجه الخلفي فأي حد فينا هيقول آه اللي هو السلندر؟ لا الواجه الأمامي للعربة والواجه الخلفي للعربة تاني نوع عندي من أنواع كامات الإبر هي كامات الهبوط بما إن أنا عندي كامات لرفع الإبر لالتقاط الخيط يبقى أنا لازم يكون عندي كامات لهبوط الإبر بعد التقاط الخيط وبعدين عندي حاجة مهمة جدا كامة الهبوط بتسمى كامة الغرزة ليه لان هنا حصل ايه الابرة صعدت الى اعلى خادت عن طريق الخطاف بتاعها الخيط جت تنزل من اللي عمل على انزالها بقى او هبوطها كامة الهبوط بدام هي التقطت الخيط وقفل اللسان ونزلت الغرزة تحت اللسان يبقى هنا تكونت الغرزة ولذلك انا ممكن اقول كامة الهبوط هي كامة الغرزة هاجي بعد كده هقول هي كامة عددها اربعة اتنين بالوجه الامامي للعربة واتنين للوجه الخلفي نيجي بعد كده النوع التالت من الكمات ما احنا قلنا كامة صعود كامة هبوط النوع التالت هي كامة السرة وبسميها برضو اسمي تاني ممكن يقولي عرفي كامة الوسط ماقولش ده انا ما خدتاش ما هي كامة الوسط هي كامة الايه السرة وهي الكمات الخاصة بتكملة مشوار الابرة فين بقى لاعلى ولا الاسفل لا لاعلى يبقى انا زي ما عندي كامة صعود بتعمل على صعود الابرة لالتقاط الخيط عندي وراها على طول كامة سرة او كامة وسط بتعمل على التأكد ان الابرة تلت للارتفاع اللي تقدر بيه تلتقت الايه تلتقت الخيط ويمكن استخدامها في عمل الغرزة المعلقة والغرزة المعلقة هنا يعني بتديني اشكال زغرفية بانسجة الايه انسجة القمش نيجي بعد كده الكامة الربعة هي كامة الهلال او الكامة الحارسة طيب وإحنا بنذاكر كده احنا قلنا ايه هنيسر الامر علينا في المذاكرة احنا قلنا ان عندي كامة صعود يبقى على طول وراها كامة الوسط اللي بتتأكد ان الابرة ارتفعت الى اعلى لما قول انا عندي كامة هبوط او كامة غرزة يبقى لازم وراها على طول يكون فيه كامة تتأكد لي ان الابرة نزلت لاخر هبوط لها ولذلك انا بسمي كامة الكامة الحارسة هي كامة تحديد طول الغرزة يبقى كامة الهلال اللي هي الحارسة التي تحدد نهاية اخر مشوار للابرة وان الكمات دي بتصنع مع كامة السرة زي مصار لقعوب الابر يبقى كامة السرة والكامة الحارسة مع بعض بيعمروا مصار لمرور قعوب الايه قعوب الابر يبقى دي اول جزء طلب مني ان انا اشرحه وهو جزء الكمات وهم اربع كامات كامة السعود كامة الوسط كامة الهبوط والكمة الايه الكامة الحارسة هنجي بعد كده عندي تاني حاجة طلبها مني وطلب مني ان انا اعرفها هي جهاز سحب وطي القماش في بعضنا واحنا اثناء اللي امتحانة ما بيجينا سؤال في بعض الطلبة بيختلف عليهم الامر ويلغبطهم بين جهاز سحب وطي القماش وجهاز سحب وتنظيم شد الخيط لازم يبقى عندنا فرق بين الاتنين لما يقول لي جهاز سحب وطي القماش طي القماش يبقى هنا الغرض منه هو ايه طي القماش عليه لكن لما يقول لي جهاز سحب وتنظيم شد الخيط يبقى هنا بيقصد بيه انه بينظم الشد الواقع على الخيط حسب سمك وتخانة الخيط فهنرجع بقى للجزء بتاعنا وهو جهاز سحب وطي القماش الجهاز ده هنلاقيه موجود بعد كده في جميع الماكينات اللي هناخدهم طب ايه هو الجهاز ده مجموعة من الدرافيل او الاستوانات محتوتين اللي اتنين متلامسين بينهم نقطة تلامس سرعته واخدها من سرعة الايه الماكينة الغرض منه هو طي القماش عليه اثناء التشغيل تمام يبقى يوضع اسفل الماكينة يتكون من مجموعة من الدرافيل تدور عكس بعضها طرق ادارتها حسب موديل الماكينة يعني كل ماكينة بيختلف طرق ادارتها لجهاز سحب وطي القماش من ماكينة الى اخرى حسب طراز وشكل الماكينة اللي موجودة عندي نيجي بعد كده عندي جهاز الجاكور وده اهم جزء عندي او من الاجهزة المهمة جدا في ماكينة التريق المستطيلة الجاكور ليه؟ احنا لسه قائلين ان الماكينة دي بتختلف عن باقي الماكينة المستطيلة اللي درسناها في الصف الاول والصف التاني ان هي بتقوم بانتاج اولا اقمشها لها عروض كبيرة اقمشها فيها ناقش صعب ان انا انتجه على ماكينة تانية من ماكينة المستطيل طبعا ده بجانب الغرز المعتادة زي الجرسية والدربي والى ايه؟ الى اخره فلما يقول لي طب هي النقش الصعب انتاجه على ماكينة تانية من المسؤول عنه هنا؟ هقول له هو جهاز الجاكور هو المسؤول عن نقل او عمل النقش المطلوب على القمش لوحده لا ما هو مجموعة من الاجزاء المكونة مع بعض هي اللي بتقوم بنقل هذا النقش او التصميم اولا الغرض منه تنفيذ الرسم او التصميم وبتستخدم الاجزاء الاتية اول جزء عندي هو السيلندر اول جزء في جهاز الجاكور هو السيلندر وهنا السيلندر بتاعه عبارة عن ايه؟ عبارة عن اربع اوجه تمتد بعرض المكنة يبقى السيلندر بتاع جهاز الجاكور هو عبارة عن اربع اوجه تمتد بعرض المكنة ايه الغرض منه؟ بيركب عليه الكرتون اللي بيتم تسقيبه حسب الرسم التنفيذي احنا رجعنا كده الحاجة هو احنا ساعة الرسم التنفيذي بنعمل ايه؟ بيجينا وحدة زغرافية او تصميم زغرافي بيطلب مني ان انا انقله على ورق المربعات بمعلومية عدد الابر وعدد السطور وبعد كده بفرد تحته حاجة اسمها الكرتون او الحصيرة اللي بيتم ده التصميم ده عليها عن طريق كرتونة الف يليها كرتونة به لو كانوا لونين لان كرتونة الف بيبقى موجود فيها اللون الاول كرتونة به موجود فيها اللون التاني طب لو الرسمة بتلات الوان يبقى انا بدق الكرتون عن طريق كرتونة الف اللي هو اللون الاول كرتونة به كرتونة جيم اللي هو اللون التالت يبقى انا دلوقتي انا عندي جهاز الجقار بيتكون من جزء مهم جدا اللي هو السلندر والسلندر ده ليه اربع اوه وبيتركب عليه الكرتون اللي تم تسقيبه حسب الرسم التنفيذي مش كده وبس ده بيتحرك لي كمان حرقتين حركة دائرية وحركة ترددية للامام والخلف طب حركة دائرية ليه وحركة ترددية ليه قال لي الحركة الدائرية علشان انت مركب عليه ايه الكرتون هو الكرتون ده ماله متسقب ومتسقب حسب ايه حسب التصميم وعدد الالوان يبقى انا عندي مجموعة من السطور عايزة اوقعها على القماش فانا عندي ايه حركة دائرية عشان سطر رقم واحد لما يتم الانتهاء من نقله يروح على طول جاي السطر رقم اتنين اللي فيه اللون التاني تم الانتهاء منه يجي السطر رقم تلاتة وهكذا طب ترددية للامام والخلف ليه عشان انقل حركة السقوب اللي موجودة وهناخد اثناء حل النمازج بتاع الاسئلة ان وجود سقوب يعني عدم رفع الابلاتين يعني عدم رفع الابرة يعني عدم تكوين جرزة اما عدم وجود سقوب يعني انا هنا هيصطدم كعب الابلاتين في القطع اللي محتوطة داخل سقوب اللون اللي انا عايزة اظهره فبالتالي هتحرك لي الابر المركبة عليه وبالتالي الابر دي هيحصل لها ايه برافو هترتفع الى اعلى تلتقط الخيط اللي باللون المطلوب ويتم تنفيذ اللون على القميش يبقى ده سبب ان جهاز السيلندر اللي موجود فيه جهاز الجقر بيتحرك حركتين حركة دائرية وحركة ترددية للامام وللخلف يبقى هو عبارة عن اربع اوجه تمتد بعرض المكنة وهو خاص بحمل الكارتون عليه ويتحرك اسفل الابلاتين عشان يترجم السقوب الموجودة بالكرتون بما ان انا اول ما اتكلمت عن جهاز الجقر قلت ايه قلت السيلندر وقلت ان متركب عليه الكارتون طبيعي على طول وانا بذاكر يبقى اللي وراه على طول مين الكارتون طب هو الكارتون عبارة عن ايه رقائق تشبه الحصائر متركبة مع بعض في هيئة السيلندر متركبة مع بعض كارتون رقم واحد اللي هي كارتون رقم اثنين وهكذا حسب عدد الايه حسب عدد الالوان وحسب عدد الكارتون اللي موجود عندي للرسم التنفيذي وبيتم تسقيبه حسب الرسم التنفيذي وحسب اصغار اللون او عدم اصغار اللون يبقى هتكلم عن تاني جزء فيه جهاز الجقر وهو الكارتون وهو عبارة عن رقائق تشبه الحصائر المعدنية وهي تسقب حسب الرسم التنفيذي زي ما شرحنا دلوقتي حالا بحيث بحيث انا سامعه يعبر السقب يعني لو موجود عندي لون انا مش عايز اظهره هسقبه ليه لان السقب بمعناه عدم تشغيل عدم رفع ابرى للتقاط خيط انما اللون اللي انا بقى عايز اظهره اللي هو بيبقى في الكارتون التانية ما بقى يسقبوش ما بتسقبوش ليه علشان عدم موجود سقب يعني هنا الابلاتين اللي هو اللي بيتركب على الابرة فهيجي يخبط داخل السقب ده مش هيدخل هيحصل ايه هيرتدي تاني الى الخلف يروح زائق الابر تروح الابر طالع ملتقطة الخيط اللي باللون اللي المطلوب حسب الرسم التنفيذي هنيجي بعد كده الجزء اللي طلب شرحه هو المغزيات كلمة مغزيات برضو قلنا واحنا بنذاكر مغزيات يعني هتقوم بتغذية حاجة اسناء التشغيل طب هو المغزي موجود فين المغزي موجود اعلى السلندرين طب وما السلندرين موجود عليهم ايه برافو الابر بتاعت التشغيل يبقى المغزيات هو المكوك الموجود على المكنة اللي بيقوم بتغذية الابر بالخيط اسناء التشغيل وحسب عدد الالوان المطلوبة يعني انا بحط المغزيات حسب عدد الالوان اللي مطلوبة يبقى عندي الغرض من المغزيات هو تغذية الإبر بالخيط المناسب وبتختلف شكل وحجم المغزيات حسب شكل المكنة وحسب طراز المكنة والشركة المنتجة لها يعني ممكن في مكنة اللي هي عبارة عن لقم صغيرة كده وطبعا كلهم متحدين في أن المكوك ده هيبقى فيه سكب السكب ده ليه في نهايته؟ علشان يتم لضم الخيط المطلوب باللون المطلوب منها وأثناء التشغيل بيجي عندي جهاز اسمه جهاز التولومبا بيعمل إيه الجهاز ده؟ يلتقط المكوك المناسب ويبتدي إيه؟ يروح يميناً ويساراً علشان يغزي جميع الإيه؟ جميع الإبر فأنا عندي المغزيات شكلها بيختلف وأحجمها حسب طراز المكنة تمام؟ تمام ولكن الغرض منها ثابت في كل الماكينات وهو تغذية الإبر بالخيط اللي مطلوب نيجي بعد كده طبعاً بيقولي هو أنا ممكن أستخدم أكثر من مكوك أو أكثر من مغزي داخل المكنة؟ طبعاً ممكن أن أنا أستخدم أكثر من مغزي حسب إيه؟ أيوة صح حسب عدد الألوان اللي مطلوبة في التصميم اللي أنا قمت بتسقيب الكرتون على أساسه طب علل يعني إيه علل؟ يعني أذكر السبب علل يعني أذكر السبب في مكنة التريق المستطيلة الجقار يبقى أنا كده إيه؟ احنا قلنا فيه تنوع في الامتحان يجيني أسئلة مقال أذكر السبب صح وغلط اختيار من متعدد وصل تمام؟ تمام فبيقول لي أذكر السبب تضبط المغزيات بالمكينة بطريقة منتظمة يبقى في مكنة التريق المستطيلة الجقار ليه بتضبط المغزيات بطريقة منتظمة؟ آه قال لي ليه بقى؟ لأنها بتعمل هي بتشغل بطريقة آلية دي مكنة إيه؟ أوتوماتيك فهي بتتلافى أي أخطاء ناتجة وبتلطقت الخط بسهولة أثناء عملية التشغيل المختلفة يبقى تضبط المغزيات بالمكينة بطريقة منتظمة علشان هي بتشتغل آليا وبالتالي هتلافى أي عيب يحصل أثناء التشغيل لأن ممكن أثناء التقاط الخط يحصل أي عيب فهو هنا هيعمل إيه؟ هيحطها بطريقة منتظمة عشان يتجنب هذه الأخطاء مش كده وبس أن يكون في سهولة أثناء عملية التشغيل المختلفة تاني سؤال فذكر السبب أو علل قضيب الإبر الخلفي يشبه قضيب الإبر الأمامي إلا أنه زور تفاع أكبر منه إحنا لما جينا تكلمنا عن شرح القضيب الإبر الأمامي وقضيب الإبر الخلفي أو السلندر الأمامي والسلندر الخلفي في مكنة التريك المستطيلة الجكار قلنا إيه؟ قلنا اللي الاتنين يشبهوا بعض تماما قضيب الإبر الأمامي يمتد بعرض المكنة قضيب الإبر الخلفي يمتد بعرض المكنة ده موجود عليه مجموعة من المجال تسمى بيوت الإبر برضو ده نفس الكلام تمام؟ طيب يعني الاتنين متشابهين والاتنين قد بعض ولكن في بعض الأحيان بلاقي قضيب الإبر الخلفي أكثر ارتفاعا من قضيب الإبر الأمامي السبب؟ لأن هنا فيه أبلاتين موجود على قضيب الإبر الخلفي ما هواش موجود على قضيب الإبر الأمامي ده في كل الأحوال؟ لا ده في حالة واحدة فقط لو أنا عايزة أعمل نقش على وجه واحد يبقى أنا لو حبيت أطلع قماشة النقش بتاعها على وجه واحد وليكن الوجه الخلفي فأنا بعمل إيه؟ بزود في القضيب الإبر الخلفي مجموعة من الأبلاتين اللي هي بترتكز على يوم الإبر وبالتالي هنا اللي بيحصل قضيب الإبر الخلفي بقى أكبر ارتفاعا من قضيب الإبر الأمامي طب لو أنا هنقش قماشة القماشة دي فيها نقش في الوجهين يبقى برافو زي ما سمع كده أني كده القاضبين هيبقوا بنفس الطول وبنفس الإيه كمان؟ الارتفاع يبقى لوضع الأبلاتينة الذي ترتكز عليه الإبر وذلك للحصول على نقش من وجه واحد طب لو أنا عايزة نقش من وجهين يبقى في الحالة دي الإبر القضيب الخلفي هيبقى متساوف الارتفاع مع القضيب الأمامي يوجد في جهاز سحب وتنظيم شد الخيط سلك من الصلب في جهاز سحب وتنظيم شد الخيط سلك من الصلب في نهايته حلقة من الصين أو الخزف يمر منها الخيط أذكر السبب أولا الجزء ده أو السلك المرن ده هو الصياط هو أنا عندي جهاز سحب وتنظيم شد الخيط عبارة عن إيه سنة ثالثة؟ عبارة عن عوارد بيثبت عليها أجهزة الشد طبعا عددها بيختلف من مكانة أخرى تمام؟ لو أنا بصيت على جهاز سحب وتنظيم شد الخيط هلقي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أرسين من المعدن بينهم ياي أو سستة لما كنت باجي ألضم المكانة كنت بفتح الأرسين دول ودخل الخيط بينهم وعندي مصمار ألواز بيعمل إيه المصمار ده؟ بيضغط الأرسين على الخيط حسب تخانة وصمك الخيط في نفس جهاز الشد موجود سلك مرن السلك ده مسبت من طرف وحر الحركة من الطرف الآخر الطرف اللي حر الحركة هلاقي فيه حلقة كده مدورة من الخزف ليه بقى؟ لأن أصلا الصياد ده الغرض منه أثناء تشغيل المكانة بيعمل إيه؟ هلاحظ أنه هو بيبقى نازل طالع إلى أعلى وإلى أسفل بسرعة المكانة أثناء التشغيل لأنه بيقوم بتغزية الخيط للعربة ويسحب أو يمتص الخيط الزائد ومش كده وبس أنه لو قال لي كمان من دبنا أسئلة علل أو أذكر السبب هو ليه الحلقة من الخزف؟ ليه ما كانتش من المعدن خلق وخلاص؟ لا قال لي من الخزف لأن الخزف ناعم وأثناء التشغيل الخيط بيلضم في هذه الحلقة فبيبقى ماشي بسرعة عالية فإيه اللي بيحصل؟ احتكاك الخيط مع الحلقة دي لو هي حدة الخيط هيتقطع كل شوية فيسبب لعيوب داخل الأماش ولكن هو عملها من الخزف عشان يبقى فيه نعومة وانسيابية أثناء تشغيل المكانة وبالتالي الخيط هيبقى فيه انسيابية ومش هيحصل له أي عيب أو عطل يبقى يعمل هذا السلك على امتصاص القدر الزائد من الخيط ويسمى الصياط من مكنة التريكل مستديرة ذات السلندر والقرس اللي هي مكنة غرزة الانترلوك اشرحي غرزة الانترلوك جهاز التخزين والمروحة العلوحة أنا عايز أقول لكم هنا أن مكنة التريكل مستديرة ذات السلندر والقرس هي بتقوم بإنتاج غرز متعددة ولكن الغرزة الأساسية اللي هي بتقوم بإنتاجها هي غرزة الانترلوك فبيقول لي عرفهول اول حاجة هنتكلم عن جهاز التخزين الموجب ايه الجهاز ده ده بيتزود به المكينة وحط فيه مجموعة من الخيوط ليه لو حصل ان الخيط انتهى او تقطع فالاجهزة دي بتعمل ايه بتفضل مشغلة الابر الى ان يحصل ايه الى ان تتوقف المكينة وبيكون العامل في الحالة دي خد باله ان المكينة الخيط بتاعها انقطع ويبتدي يغير الخيط فبالتالي ما بيحصلش ان الغرز ايه تقع وبالتالي بيديني شد سابت وكمان طول غرز ايه سابتة فانا ايه اللي بيحصل بغز المكينة او بضع فيها هذا الجزء اللي هو جهاز التخزين الموجب علشان انا بقوم بتخزين الخيط عليه بغرض تحقيق التخزين الموجبه عشان احصل على طول متساول الغرز وحقق مصافات جيدة للاماش ومنع سقوط الغرز الى ان تقف المكينة طب هو العامل ازاي بيعرف ان فيه هنا خيط خلاص يا اما انتهى يا اما انقطع المكينة اشغال عارف ازاي لما نيجي نشرح اجهزة الاقاف الالوية اللي بتبقى موجودة عندي جهاز الشد هلاحز ان فيه عندي لمبة بتضاء باللون الاحمر لما بيحصل عطل فيه خيط او في جهاز الشد فلا بيتمالها اللمبة الحمرة دي بترشد العامل لمكان العطل فالعامل بياخد باله ان فيه هنا عطل على طول بيتدرج هذا العطل وبيحاول يصلحه علشان ما يحصلش اي عيف في القماش وان كان يسقط من عليها الغرز نيجي بقى تعريف غرزة الانترلوك الغرزة الانترلوك هو قماش مزدوج تحس ان هو مبطن وليه درجة عالية جدا من المطاطية يبقى غرزة او قماشة الانترلوك هو قماش مزدوج فيه درجة عالية من المطاطية تمام طب هو ايه اللي خلاه مزدوج لانه عبارة عن تداخل غرز منسوق مع غرز منسوق اخر فبيتكون عن ده قماش زي الطابع خاص ايه الطابع ده ناعم الملمس دي اول حاجة درجة المطاطية زي ما لسه قيلين بتبقى عالية وبالتالي نتيجة النعومة دي ونتيجة المطاطية العالية انا ممكن استخدمه فيه الملابس الداخلية تالت جزء طلب مني ان انا اشرحه هي المروحة الموجودة اعلى المكنة احنا في مكنة التريكو المستطيلة العادية كنت بلاقي على العربة من اعلى اتنين من الفرش فرش كده عبارة عن مجموعة من الشعيرات المتساوية تمام بتعمل ايه الفرش دي الفرش دي بتقوم بتفتيح الاسنة الابر وتنظفها من الغبار اللي بيجي عليها اسناء التشغيل طب هي بتساعد ليه في تفتيح الابر وتنظيف الاسنة لان لو فيه غبار داخل الخطاف بتاع الابرة لما يجي يلتقط الخيط مش هيدخل فده يسبب لي حاجة اسمها عيب في القماش زي سقب وطبعا احنا اتفقنا احنا عايزين مكنة تطلع لقماش زي جودة ايه جودة عالية طيب انا المكنة دي مستديرة يعني مش هينفع ركب عليها فرش خلاص انا هستبدلها بالمروحة الموجودة اعلى المكنة هي المروحة هتعمل ايه هتعمل نفس دور الفرش ان هي هتعمل على تطاير الغبار ويبقايا الخيوط نتيجة الاحتكاك اثناء مرور ايه الخيط واثناء تشغيل المكنة طب السؤال البعض كده ما الغرض من مكنة التريكو المستديرة ذات السلندر والقرس الجقار مع ذكر اهم اجزائها هنا بقا زي ما كان عندي مكنة تريكو مستطيلة جقار انا عندي كمان مكنة تريكو مستديرة جقار وهي هيها برضو ذات السلندر والقرس فانا عايزة اعرف هو ليه هنا ما بقاش يقول سلندر امامي وسلندر خلفي لان هنا المكنة اللي موجود فيها سلندر وضايل او قرس السلندر بتوضع فيه الابر في وضع رأسي والضايل بتوضع فيه الابر في وضع افقي السلندر بيقوم بعمل وجه القماش والضايل بيقوم بعمل ظهر القميش فهنتكلم عن الغرض من الماكنة وكمان هنذكر اهم اجزاءها اول حاجة هي احدى ماكينات تريكم اللحمة المستديرة اللي بتزود باحد اجهزة الجقار اما علب ترسم او شريط مسقق تمام تمام طب ايه الغرض منها تاني بتقوم بعمل نقش بما ان فيه جهاز جقار يبقى على طولة حطه في دماغي ان جهاز الجقار يبقى هيعمل نقش صعب ان انا اعمله على اي مكانة تانية مش موجود فيها جهاز الجقار ممكن تعمل لي زغرافة يعني ممكن تعمل لي غرزة مزدوجة غرزة زجزاجية مثلا عن طريق الترس المسنن اللي بسميه يد العريجة ده في المكان المستطيل فممكن تعمل لي غرزة ايه عن طريق غرزة الزجزاج لكن ما تقدرش تطلع لي وماشى منقوشة نقش جميل حسب التصميم بتاعي الا اذا كان موجود فيها جهاز جهاز الجقار لعمل نقش على القماش لا يمكن انتاجه على الماكينات المستديرة التي ليس بها جهاز جقار تتراوح نمرت الماكينات من 18 ل28 ابرا طب انا لما اقول ان ابر الماكينات تتراوح من 18 او نمرت الماكينات من 18 ل28 لان انا هنا بحسب عدد الابر الموجودة في الواحد بوصة هي دي نمرت الماكينات يعني لو قلت الماكينات دي نمرت 12 يعني الماكينات دي بيوجد في الواحد بوصة 12 ابرا واحنا كلنا عارفين ان الواحد بوصة بيساوي 2.5 سنتي انا ليه بقول المقاس ده عشان تتخيلوا عدد الابر الموجودة المساحة قد ايه لما كنا بنبص في الماكينات المستطيلة على مصدر التذبيت الابر كنا بنلاقيها مقسمة الى عدة مقاسات المقاسات مختلفة خالص عن السنتيات لان هنا المقاس بالبوصة او حسب طراز الماكينات فلما يقول لي نمرت الماكينات هقول له نمرت ماكينات التريكو المستديرة زاد السلندر والقرس الجقار بتتراوح من 18 ل28 ابرا تمام يعني عدد الابر الموجودة في الواحد بوصة طب وعدد المغزيات من 48 ل60 مغزي يبقى انا ممكن اركب على الماكينات دي من 48 الى كم مغزي الى 60 مغزي تمام هنيجي بعد كده طلب مني اجزاء الماكينات هنمسك الماكينات بقى ونقول اجزاءها جزء جزء اول جزء عندي في الماكينات هو السلندر وهو عبارة عن استوانة ليه ما قلت السلندر امام السلندر خالفي عشان دي ماكينات ايه ماكينات مستديرة يبقى هنا السلندر ما اسموش سلندر امامه السلندر لا السلندر عبارة عن استوانة لانه هو دائري طيب موجود في ايه زي بالزبط السلندر اللي ما شرحناه موجود في مجموعة من البيوت او المجاري تسمى بيوت الابر الغرض منها وضع الابر فيها في وضع ايه رأسي طيب هو هنا يبقى عندي فيه مسترد تسبيت ابر لا هنا في حاجة اسمها حزام تسبيت الابر لان بما انه هو استواني يبقى انا صعب ان انا اركب في ايه اركب فيه مسترد تسبيت لكن اقدر اركب في ايه حزام تسبيت الايه الابر اسماء التشغيل يبقى هو عبارة عن استوانة من الحديد السلب توضع في وضع رأسي يختلف كترها من مكنة الى اخرى يتراوح كتر هذه المكنة من 30 ل 42 بوصة ايه سنة ثالثة واتفقنا ان الابر بتوضع فيها في وضع ايه رأسي طيب هي الابر هنا محدودة على مين؟ على الابلاتين دي معروفة في كل المكينات بجميع انواعها ان الابلاتين ولذلك بنسميه في الورشة كراسي الابر لان هو اللي بتوضع عليه الابر بترتكز عليه الابر ولذلك برضو ما هو ممكن يجيني برضو فازكر السبب ان عدد الابلاتين بيبقى مساوي لعدد الابر لان كل الابلاتين هنلاقي موجود عليه من اعلى ابرة هو اللي بينقل حركة الكمات لقعوب الايه؟ لقعوب الابر يبقى الابلاتين اللي موجود على السيلندر بتاع هذه المكنة بيبقى مساول عدد الإبر لأنه بترتكز عليه الإيه بترتكز عليه الإبر المكناة دي بتدور أثناء العمل بسرعة تتراوح أو الأبلاتين اللي موجود فيها بيتراوح ما بين 18 إلى 30 لفة على الدقيقة والكلمة دي إحنا سمعناها لما كنا بنحل مساء المؤيسات كان يقول للمكناة سرعتها 50 لفة على الدقيقة هي دي دي سرعة المكناة بتتراوح من 18 ل 30 لفة على الدقيقة يتناسب كتر السيلندر يعني كتر السيلندر إحنا اتفقنا أنه كتر السيلندر بيختلف من مكناة أخرى حسب تراز الإيه؟ حسب تراز المكناة فبيقول لي أنه بيتناسب كتر السيلندر وهو محمول على ترس على ترس يدور به يسمى ترس إدارة السيلندر السيلندر ده محمول على ترس إدارة بسميه ترس إدارة السيلندر بياخد حرطه منين؟ من عمود يسمى عمود الإدارة ده لما يقول لي هو السلندر ده بياخد حرطه منين؟ تمام؟ نجي بعد كده بقى بيقول لي كلمي عن الضيل وإحنا قلنا الضيل اللي هو القرس ولما تكلمنا من شوية قلنا هو يصنع من الحديد يوضع عليه القبر في وضع أفقي وهو موجود فوق السلندر والغرض منه إنتاج ظهر القماش وبيدور مع السلندر بنفس السرعة يبقى الضيل أو القرس هو موضوع فوق السلندر وإن القبر هنا بتوضع عليه في وضع إيه؟ برافو في وضع أفقي وكمان إحنا لسه يلين إن الضيل أو القرس هو اللي بيقوم بإنتاج ظهر القماش وصرعوته لازم تكون مساوية لسرعة السلندر لأن الاتنين لازم سرعوتهم تبقى إيه؟ تبقى واحدة نجي بقى للقبر إحنا دلوقتي بنقول إيه؟ أجزاء مكنة التريق المستديرة ذات السلندر والقرس الجاكور نجي بعد كده القبر القبر المستخدمة هنا سنة تالتة هي نفس القبر اللي استخدمناها قبل كده في مكنة التريق المستطيلة هي القبر الخطافية ذات اللسان أجزاءها إيه؟ خطاف وطبعا ده الغرض منه التقاط الخيط أثناء عملية رفع القبر يبقى القبر بتتكون من رقم واحدة إيه؟ الخطاف رقم اتنين اللسان طب هو اللسان الغرض منه إيه؟ إحكام الغلق على الخطاف أثناء التقاط الخيط لعدم انزلاق الغرزة خارج الخطاف طيب إيه كمان الإبرة بتتكون من إيه؟ الخطاف واللسان الصاق وهنا الصاق بيعمل على سهولة تنزلاق العروة أو الغرزة اللي تم تكوينها وتكوين غرزة إيه جديدة آخر حاجة عندي موجودة في الإبرة وهو إيه؟ الكعب هنا الكعب بتاع الإبرة يبقى الإبرة بتتكون من إيه؟ خطاف بالضبط لسان صاق كعب وهي بسميها الإبرة الخطافية ذات اللسان برافيا سنة ثالثة نجي بعد كده نتكلم على الأبلاتين احنا لسه متكلمين عليه في مكنة التريق المستطيلة وقلنا أنه هو بيتكون من رقائق من المعدن أو من الأسلاك المعدنية عددها مساوي لعدد الإبرة كل أبلاتين بتركب عليه من أعلى إبرة الغرض منه نقل حركة الكامات إلى قعوب الإبرة تمام يختلف طبعا شكله حسب طراز المكنة طب إزاي بيتم ترتيب الأبلاتين على المكنة بتاعتي أو على السيلندر قال لي أنا عندي طريقتين لترتيب الأبلاتين على مكنة التريق المستديرة الجاكور أول طريقة هي الطريقة الطردية وتاني طريقة الطريقة العكسية أنا عندي كم طريقة لترتيب الأبلاتين؟ اتنين طريقة طردية وطريقة عكسية الطريقة الطردية بتستخدمها لو أنا هعمل تصميمات مفاش أي نوع من أنواع التماثل يعني لو أنا هعمل تصميم ما هواش متماثل متماثل يعني إيه؟ يعني فيه عندي تماثل نصف إن النص ده يكون شبه النص ده طب أنا القماشة دي مفاش أي نوع من التماثل فبرتب الأبلاتين هنا بطريقة إيه طردية طب لو كان عندي القماشة دي فيها نوع من أنواع التماثل يعني النقشة بتاعتي فيها تماثل النصف ده مثلا شبه النصف ده فبقوله هنا في الحالة دي بعمل إيه؟ في الحالة دي برتبها بطريقة عكسية عشان تطلع لي شكل النقش اللي أنا عايزيه وهي على شكل 8 يعني الطريقة العكسية دي بتبقى شكلها زي شكل 8 المقلوبة حيث يستخدم هذا الترتيب لما اجي اعمل تصميمات بها تماثل موجود فيها تماثل خاصة التماثل النصفي يبقى انا لما اجي اسأل وقول ترتيب الابلاتينيا سنة ثلاثة على مكنة التريق المستدير الجقار هل لي طرق في ترتيبه ايوة انا عندي طرقتين طريقة طردية وطريقة عكسية طريقة طردية استخدمها امتى استخدمها لما اكون عندي نقش عايز اطلعه بس ما فيوش اي تماثل نصفي فبستخدم الطريقة الطردية طيب امتى استخدم الطريقة العكسية لو انا هطلع نقش في تماثل نصفي اتفقنا كده في ترتيب الابلاتين على المكنة تمام نيجي بقى الوحدات الشد احنا اتكلمنا من شوية لما اجي اتكلم عن وحدات الشد هي معناها وحدات شد وتنظيم الخيط انت دلوقتي بتتكلم عن ايه بتكلم عن وحدة الشد لكن انا مش بتكلم عن جهاز سحب وتنظيم شد الخيط ايه الفرق لما اجي اتكلم عن جهاز سحب وتنظيم شد الخيط انا بتكلم على كل مقونات هذا الجهاز بتكلم على العوارض بتكلم على الصياد بتكلم على الجهاز الشدي نفسه بتكلم على اجهزة الاقافة اللي هي بتوقف لي المكنة لو حصل عطل في الخيط ودي بتبقى موجودة خلف جهاز الشد هنا بقى بيقول لي اتكلميلي بقى على جهاز الشد نفسه هقول له هو عبارة عن قرسين من المعدد ماشي بينهم ياي او سستة تمام تمام ومتصلين بمصمار الوز القرسين دول الغرض منهم احكاء الضغط على الخيط حسب سمك الخيط يعني ايه يعني لو الخيط ده سمكه كبير فانا بعمل ايه طبعا بما ان الخيط سمكه كبير يعني الخيط سمكها عالي فاللي بيحصل مرورها بين القرسين بتوع المعدد بيبقى ايه بيبقى اصعب شوية ودي مكنة اوتوماتيك يعني ماشية بسرعة عالية وبالتالي انا بقوم عن طريق مصمار الالوز اللي موجود في جهاز الشد بخفف ضغط القرسين على الخيط ده عشان يبقى فين ثيابية في سحب الخيط طب لو كان الخيط ده رفيع يبقى معنى كده انه هيجري بسرعة جمدة فانا بعمل ايه سحبه هيبقى عالي وبالتالي انا عن طريق مصمار الالوز بتحكي في الضغط بتاع القرسين بتوع جهاز الشد وزود الضغط شوية بس بدرجة مناسبة علشان الخيط اللي هو الرفيع ده ما ينسبش بايه بسرعة وبالتالي يطلع لي اطول مزبوطة غرزة متساوية في الطول ما بصش هلاقي قماشة غرزة طويلة وغرزة قصيرة غرزة واسعة وغرزة ديقة اتفقنا يبقى هنا لكل مغزة وحدة شد ناخد بالنا من النقطة دي مهمة جدا كل مغزة عندي ليه وحدة شد بتعطي الخيط شدد مناسب حسب قلنا ايه برافو نسمعيكم حسب نوع وتخانة الخيط ويؤثر الشد على طول غرزة لسه ايه لكل مكان الشد الواقع على الخيط نسبه متوسطة ومناسبة لنوع وصمك الخيط كل مداني طول غرزة مناسب كل مداني الغرزة وسعها او تديقها واحد مش هلاقي غرزة واسعة وغرزة ديقة ويمكن التحكم في درجة سرعة الخيط الى المغزة طبعا عن طريق التغذية الايه زي ما قلنا التغذية الموجبة تتعدد اشكال جهاز الشد فمنهم ما معروف بتبقطين لسه قالين من المعدن اللي اتنين بيضعوا عكس بعض ويمر بينهم الخيط وطبعا اللي اتنين متركبين على عمود لسه حالا شرحينه بوحدة شد عمود صغير كده وده عبارة عن سامولة بسميها مصمار الووز ودي هي اللي بتقوم عن طريقها التحكم في مقدار الشد الواقع على الخيط بما انك تكلمت عن جهاز الشد يبقى وقلت وحدة شد وشرحتها وراها على طول لازم تشرح ايه وحدات التحكم الكهرابي ودي مهمة جدا وحدة التحكم الكهرابي يا سنة ثالثة مهمة اول ليه الوحدة دي مش موجودة عند جهاز الشد بس هي بتبقى موجودة خلف جهاز الشد لا دي موجودة عند الابر موجودة عند جهاز سحب وطي القماش الوحدة دي منتشرة في الاجزاء المتحركة للمكنة وليليها صلة بالايه بالقماش او الخيط هي عبارة عن ايه عبارة عن دايرة كهربائية موصلة بلمبة تمام ممكن مكنة طبعا حسب طراز المكنة ممكن تدق لمبة حمرة تدق لمبة صفرة حسب الطراز بتاع المكنة وحدة كهربائية اللي بيحصل ان انا عندي حساس الحساس ده بيفضل بعيد عن الوحدة الكهربائية طول ما الخط متصل اول ما الخط يتقطع الحساس ده بيسقط اول ما بيسقط بتكتمل الدايرة الكهربائية بتاع اجهزة التحكم اللي موجود على جهاز الشد وفي الحال بتتوقف المكنة وبتضاء لمبة علشان ترشد العامل لمكان القطع او مكان العطل حلوة اوي ولذلك شمعنا تما بلاش اللمبة الحمراء دي ده هتزعج نظر العامل لأ لان احنا اتفقنا ان اجهزة الشد دي سنة تالتة منتشر على جميع الاجزاء اللي لها صلب القماش والخيط والمتحركة في العربة وبالتالي افرد المكنة وافت العامل هيسترشد ازاي لمكان العطل او مكان القطع وبالتالي انا بتضاء لمبة عشان اقول للعامل القطع حصل عندي جهاز الشد يبقى منها ما هو اعلى لمرأبة الخيط حيث يخصص لكل كونة كونة يعني ايه يعني بكرة خيط وحدة يمر بها الخيط على حساس بحيث اذا انقطع الخيط او انتهى من الكونة يسقط الحساس والدائرة الكاربية اللي احسى الله ايه هتبقى اكتملت فهتقف المكنة في الحال ويزود بلمبة بتضاء باللون اللي مطرز عليه المكنة اي انكلونها لترشد العامل على موضع الخيط حتى يتم واصله ومنها ما هو صفلي لموجودة عند المغزيات لمرأبة الخيط دي اسمها اجهزة الاقاف اللي اعلى المكنة والتفعل انها موجودة في اقصر من مكان نجي بقى نتكلم عن المغزي وفيه هنا ميزة حلوة جدا واحنا بنذاكر المعدات سهولة مذاكرة المعدات ايه ان فيه اجزاء بتتقرر في المكنة فانا ممكن لو حفظت الاجزاء اللي بيتم تكرارها في المكينات يبقى يسهل علي ان انا احفظ الاجزاء اللي بتظهر كل مكنة جديدة يعني فيه اجزاء في كل مكنة هلاقيها مش موجودة في المكنة اللي قبلها تمام تمام فالمغزي هنا قطع من الحديد مختلفة الاشكال بتزود بفتحة للضم الخيط فيها وبيوضع بين السلندر والقرس والغرض منه تغذية الابر بالخيط تاني المغزيات احنا قلنا عليه اللي هو المكوك وده ايه الشكله بيختلف من مكنة الاخرى قلنا ممكن يبقى قطع معدنية ممكن يبقى عمود حسب نوع المكنة واترازها ولكن الغرض منه واحد يا سنة تالتة في كل الماكينات هو تغذية الابر بالخيط وهو بيبقى موجود ما بين السلندر وما بين القرس نيجي بعد كده بقى اجهزة التغذية المجابة ودي لسه شرحين واحدة زيها فانا عايزة اسمع كده هي ايه اجهزة التغذية المجابة دي ايوة برافو نسمعها هي يركب اعلى كل مغزي طب ايه هي الغرض منها ابدا انا بزود بقرة من الخيط علشان اسناء تشغيل المكنة بالسرعة بتاعتها اللي بيحصل ان الخيط ممكن يا اما يتقطع يا اما يتنتهي الكونة دي او البقرة دي فعشان الغرض ما تنسقطش من على المكنة او ما تقعش من على المكنة بيتم تغذية المكنة بالخيط لغاية ما يحصل ايه لغاية ما يحصل ان انا اما ازود المكنة بالخيط اللي هو هينتهي او ان انا اشوف العيب ده فين وبالتالي هنا حفزت على اطوال الغرض متساوية وحفزت كمان على ان انا انتج وماشى تكون جيدة وبما انها هتكون جيدة يبقى بسهولة جدا قدر تعلي سعرها او اديها القيمة اللي هي ايه تستحقها يبقى يركب اعلى كل مغزي ويزود ببقرة تدور اسناء العمل والخيط يتم رص عليها لعدد من اللفات وله مطور ذاتي اللي هو اجهزة التغذية المجب دي لها مطور ذاتي يجعل الخيط يمر بسرعة وبه جهاز ايقاف الكتروني ويحقق غراضين ايه هما اول حاجة الاحتفاظ بجزء ملفوف من الخيط زي ما قلنا حالا يجعل هناك خط مشدود امام الابرة اول ما ينتهي الخط من الكونة او يتقطعي سنة تالتة مش هيحصل ايه سقوط للغرزة وكمان الغرض التاني انه بيدي الابر خط متساوي في الطول حتى يخرج القماش بدرجة جودة ايه عالية الكمات هنا عندي نوعين من الكمات كمات ابر خاصة بي السلندر وكمات ابلتين خاصة برضو بالضيل والسلندر يبقى انا عندي نوعين من الكمات كمات ابلتين وكمات ابر في السلندر وفي الايه وفي الضيل تعالوا نتكلم عن كمات الابر كمات الابر هي موجودة كمات سعود تتكون من مستويين الاعلى للابر والسفلة للابلتين كمات الابلتين الغرض منها رفع الابلاتين اللي تم اختياره بواسطة اجهزة الجقر وكذلك خفض الابلاتين بعد اداء دوره يبقى كامات الابلاتين هما اتنين بس كاما رفعها عشان ترفع لي الابلاتين اللي هو هيقوم بدوره برفع الابر وكاما تانية هتعمل لي على تخفيض الابلاتين بعد ما هو يقوم بايه يقوم بالدور بتاعه كامات الابر بقى بالزبط كده لو راجعنا مع بعض الكمات لسه واخدنا حالا هنلاقي عندي كاما بترفع الابر ودي بيتم اختيارها عن طريق الابلاتين اللي بيحملها احنا اتفعنا ان الابر بترتكز على الابلاتين فبيتم رفعها عن طريق كامة الايه بالزبط كده كامر رفعه بالسلندر وبيتم خفضها الى اسفل بعد التقاط الخيط الجديد عن طريق كامة الايه كامة الهبوط جهاز سحب وطايل قماش احنا لسه متكلمين عنه مجموعة من الدرافين او الاستوانات الغرض منها طايل قماش عليها اثناء التشغيل وعايزين نقول ان فيه اجهزة ايقاف موجودة برضو عندي جهاز سحب وطايل قماش بتعمل ايه اي عطل يحصل في الجهاز او عيب يحصل في القماش على طول بتضاء لمبة ترشد العامل لمكان العيب وبالتالي يقدر يتدركه بسهولة طبعا عندي جهاز ده بتحرك حركتين الاولى حركة دائرية مع السلندر لان حركة جهاز سحب وطايل قماشية سنة تلتة لازم تبقى متساوية لحركة الايه لحركة السلندر وبيتكون القماش من مجموعة من الاعمدة كل عمود بيبقى عبارة عن حسب الالوان ومنها معلق بابرة وبدوران الابر مع السلندر يلزم له دوران القماش الحركة التانية هي حركة رأسية لسحب القماش الناتج ولفه على العمود السفلي وبترتفع وتنخفض القرى البلاستيكية المتماسكة مع سطح الحلقة التانية حشان تلف الايه تلف القماش تتعدد طبعا اشكاله حسب طراز وشكل المكنة واحنا اتفقنا مع بعض انه بيوجد عندي برضو حاجة اسمها اجهزة مرأبة جهاز طايل قماش علشان لو حصل اي عب في القماش او في الجهاز بيتم اقاف المكنة وبتضاء لمبة ترشد العامل لمكان العطل عندي جزء البعض كده في المكنة هو المحرك وكلنا عارفين اي محرك او اي مطور موجود في اي مكنة هو الغرض منه تحويل الطاقة القهربائية الى طاقة اي برافو الى طاقة حركة علشان اقوم بتشغيل جميع اجزاء المكنة حامل البكر وده احنا بنسميه عندنا في الورشة الشمع دان وده اللي بتوضع عليه خيوط البكر حيث يخصص لكل مغزي يكونة ترتب حسب التصميم اللون جهاز الجقار وده جزء مهم جدا وجهاز الجقار في المكنة المستديرة عبارة عن سلوانة تصميم رأسية او بيعمل باسلوب الشريط المسقق ومنها من يعمل بالاسلوب الالكتروني عن طريق استخدام الكمبيوتر سؤال بيقول لي بعد كده ما هو الغرض من مكنة الورلي مع ذكر اهم اجزاءها طبعا مكنة الورلي الغرض منها خياطة جميع الملابس الحريمي والرجالي خياطة الامشة خاصة القطنية وخاصة غرزة الانترلوك اللي بتتميز بالمطاطية بتقوم بسانية اطراف المشغولات ونهاياتها زي الفلانات الداخلية والخارجية دي اسمها اهمية مكنة الورلي اهم اجزاءها اول حاجة عندي اي مكنة سنة تلتة اول جزء هو حامل المكنة وده جزء الصفلي للمكنة والغرض منه حمل الاجزاء العلوية للمكنة اللي هي بتحوي على الاجزاء المحركة للابرة بعد كده عندي جسم المكنة وده عبارة عن جسم يصنع من الحديد والغرض منه انه هو بيحتوي على جميع الاجزاء الداخلية المتحركة المكونة لغرزة الايه لغرزة الورلي نجي بعد كده المحرك الكهربائي وده بيثبت اسفل قعدة المكنة وزي ما اتفقنا انه هو بيقوم بايه بان هو يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حركة عشان يحرك اجزاء المكنة عندي موجود عليه طارة صغيرة مركب عليها سير من الجلد متوصل مع ايه بقى السير اللي من الجلد ده مع طارة الاضارة بتاعة المكنة اللي هو الترس اللي هو الدائري وموجود عليه مجرة المجرة ده بيركب عليه السير المتاصل بالمطور وبالتالي عنده تشغيل المطور بالسير ده بينقل الحركة من المطور الى طارة الاضارة بتاعة المكنة وبتاعة تبتدي تشتغل مكنة الاجزاء الداخلية المكونة للغرزة طارة الاضارة هي طارة مستديرة توجد اعلى جسم المكنة جانب الجسم يعني هي موجودة جانب جسم المكنة وهي موجود عليها تجويف التجويف ده سنة تالتة مركب عليه السير اللي متاصل بايه برافو بالطارة الصغيرة اللي عند الايه المطور الموجود اسفل المكنة عندي درج مستلزمات بيبقى موجود كده اسفل القعدة الخشبية اللي مركب عليها جسم المكنة وده بيبقى موجود فيه مجموعة من المفكات الصغيرة �도 فيه مجموعة من الكروشي او المككوك موجود فيه مجموعة من الابر عشان لو الابره لسير فبقدر ان انا اغير الابر تغيية المكنة بتتمي ازاي لو هي المكنة دي مجهزة للتغيية بسلاسة بقرات او اربع بقرات خير فبتم بتجهزها بالثلاث بقرات المطلوبين وباللون المناسب المطلوب وابتدي اجهزها الوضع البقر عليها حسب تصميم المكنة وحسب مجموعة الدلائل الموجودة احنا عارفين ان كل مكنة لها تصميم مختلف في بعض المكينات عليهم مكان لثلاث بقرات في بعض المكينات عليهم اربع بقرات حسب تصميم المكنة لكن كل مكنة من المكن بيبقى موجود فيه مجموعة من الادلة بقوم بلضم الخيط فيهم وطبعا الغرض منهم بيبقى تحديد المصار السليم للخيط اثناء التشغيل الى انتصل الى الصقب بتاع الابرة علبة الزيت بقى وهي الماء الزيت هي عبارة عن العلبة دي بحط فيها سفنجة بتبقى مشبعة بالزيت بتقوم بتزييد اجزاء المكنة يبقى احنا كده النهاردة خدنا مراجعة عن شكل اسئلة الامتحان لمودة المعدات اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح واكتياز جميع الامتحانات في جميع المواد بدرجات عالية والسلام عليكم ورحمة الله مدرستنا يا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا عالي انتينا وفح انتينا لما بقنا حاس اني مئنا المدرسة علينا بتنادي عني لشايفة في بسط بلادي بتنمينا ببعضينا بتنمي فينا معلوماتنا عالها ودورس يومية للابتدائية والسنوية عالها ودورس يومية للابتدائية والسنوية فرحتينا بتعالي ورحمة الله